يجد نور معاملة طيبة من القائمين على هذا المركز الذي يعتبره بيته الثاني نقل إليه بعد وصوله إلى معبر قلعة المضيق مع قوافل المهجرين من الغوطة الشرقية نتيجة تعرضه لإصابة بليغة في الرأس والعمود الفقري عند استهداف منزله في بلدة بيت سوا في الغوطة الشرقية قبل عامين أدت إلى حالة شلل جزئي في أطرافه أثرت بشكل كبير على حركته ونطقه ولصعوبة وضعه الصحي نقل نور عبر سيارات الإسعاف لمتابعة علاجه في مشافير في إدلب حيث يقيم في هذا المركز مع عدد من رفاقه في معرة النعمان ويخطع لفحوصات دورية لم يستطع إجراءها في الغوطة الشرقية نتيجة الحصار وقلة الأدوية والمشافي أنا من الغوطة الشرقية طبعا من الدفعة الأخيرة مقيم بهذه المركز للخدمات معالج الفيسائية هم يجد دكتور بحون والممرضين هم يقيروا للجرحة هون يشرف على متابعة الأوضاع الصحية لهؤلاء الجرحة أطباء وممرضون لتأمين الخدمات الطبية ومتابعة حالتهم المرضية كما يعمل القائمون على المركز بتأمين الأسرة والطعام والعلاج الفيزيائي لهم في المركز الذي يعتبر مكان إقامة له إلى أن تنتهي فترة علاجهم عنا بحدود 30 حالة إصابة بالإضافة إلى 55 حالة متابعة بالمنازل مو موجودين يعني ضمن المركز 30 حالة 55 ضمن المنازل الكل بتمتابعته يوميا طبيا كغيار ضماض وكعمليات استيارات إسعاف وتحويل على المشافي على الرغم من جراحاتهم إلا أنهم يمضون الكثير من أوقاتهم باستعادة ذكريات فترة طويلة قضوها تحت غارات الطائرات وقصف المدافع لعلهم يجدوا ما يخفف عن آلامهم يقدم هذا المركز في معارة النعمان العلاجات الأولية والطبية لجرحى مهجر الغطة الشرقية وتأمين حاجاتهم الأساسية ليتم علاجهم بشكل كامل أحمد عاصر تلفزيون سوريا معارة النعمة ريفوديا